اهلا بكم في كورسي ماوي المجاني وده فرصة لأي حد مقدرش ان هو يلطحق معانا بكورسي ماوي المدفوع ماكروسوفت دوت نت ماوي بتمكنك من انك تعمل بروجيكت واحد بس البروجيكت ده بيشتغل معاك على الاندرويد والاي او اس والماك او اس والويندوز والتقنية دي ما هياش ناشئة التقنية دي افلوشن من الزامرين وطبعا زي ما انتوا عارفين شباب اللي بيذكروا من اليوتيوب بيكونوا عايزين الشغل الشرح المختصر السريع فده هيكون كورس دوت نت ماوي المجاني على القناة حلقاته هتنزل هنا على القناة طبيعها على القناة وبدل ما تنتظر الاشعارات انت ادخل شايك بنفسك ولكن الكورس المدفوع فيه مجهود كبير جدا وفيه تفصيل كتير جدا ويوتيوب في الزمن اللي احنا فيه ده يختلف تماما عن سنين قبل كده فالكورس المدفوع ضخم جدا وكبير وهو اشبه بدبلومة ولو عاوز تلتحك بالكورس المدفوع هتلاقي التفاصيل في الوصف ويلا بينا نشوف الدرس الجديد من microsoft.net ماوي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا بشكركم على تعليقاتكم الجميلة والتعليقات زي ما قلت لكم المحاضرة اللي فاتت هي بمثابة بصلة بتوجهنا بفضل الله ويحنا شغالين ودي حاجة كويسة طبعا وكمان هي بتحدد بعض مسارات الكورس بفضل الله ده غير كمان انها اشبه بتصويت لان انا لاحظت ان فيه ناس كتير جدا يعني اغلبكم تقريبا قال لي ابدأ على طول فطبعا هو يعني فعلا هو الموضوع سهل يعني انت لو عملت تنزيل فيجول ستوديو على الماك وشغلته هيشتغل معاك عادي على نظام الماك وهيشتغل معاك على الايو اس حتى لو حبيت تشغله على اندرويد من نظام الماك هيشتغل عادي مفيش مشكلة اوكي لان الادوات بتنزل على الماك بشكل مستقر وجربناها قبل كده بفضل الله وشغالها زي الفول مع العلم ان انا عارف ان هم كانوا بيقولوا ان هم عاوزين يلغوا فيجول ستوديو على الماك بعد فترة كده المهم فتعليقاتكم جميلة واغلب التعليقات بتقول ان احنا نبدأ على طول فعلشان كده هنبدأ على طول بفضل الله وانت كده كده بتعمل برمجة وعارف ان البروجيكت تشغل معاك على كل البروجيكت بفضل الله فما فيش مشكلة عندك طيب دلوقتي ده البروجيكت بتاعنا هنبدأ من الصفر اوكي بصوا انا عايز احذف ايه بصوا انا هدخل في صفحة الكود بايند صفحة الكود دي انا هحذف ايه لازم تبقى عارف انت بتحذف ايه هم عاملين المسود دي علشان يدوها للزرار خلاص انا هحذفها بس مش هحذف كل الاكواد انا هحذف المسود دي بس والمتغير ده هم عاملين وكانوا شغالين بيه هحذف المتغير ده بس ادي اللي انا هحذفته من صفحة الكود هعمل سيف وهروح لصفحة ديساين هحذف ايه طيب انا دلوقتي عندي هطلع فوق هلاقي عندي الصفحة اللي انا شغال عليها وهلاقي عندي محدش يستعجل لان لسه في حاجة تانية هناخدها بعدين ان شاء الله يعني في الدروس القادمة بازن الله طيب انا دلوقتي عندي دي الصفحة جوا الصفحة سكرول سكرول فيو هنعرف بعدين برضه ان شاء الله بتخدم عندينا في ايه وعندنا جواها حاجة اسمها دي كده دي كده دي جواها شغال حاجات فانا مش هحذف ولا هحذف انا هحذف كل اللي جواهم دول اهو يبقى انتم كده عرفتوا انا حذفت ايه اهو يبقى انا كده عشان ما تحذفش حاجة وتلاقيه عمل ارور وتقولي ده حصل ارور وكده خلاص طيب ده اللي عندي اهو طيب انا عايز اشوف بقى هنشغل على ايه مش فارق زي ما انت برضه مش فارق معاك المرة اللي فاتت انتو برضه قلولي يعني ايه رأيكم تحبوا نشتغل على اندرويد بشكل مستمر ولا نشتغل على ويندوز بشكل مستمر يعني مثلا انا لو شغلت كده على ويندوز start debugging مش without debugging ها عشان يكون الكلام واضح لان start debugging بتخليك انت لما تغير هنا في الكود تلاقي ال design بغير معاك في الرانتين انتم متخيلين معايا سواء ويندوز او ماك او اي وس او اي حاجة ماشي اهو عندي طبعا ادوات هنا زي ما احنا معرفين بفضل اللي اهي شغلها معايا دي الادوات اهي حيث لو انا عملت اي حاجة هنا بتظهر معايا بشكل تلقاء هنا على طول فانتم اي رأيكم نشتغل كده على ويندوز ونجرب ونشرح وكده ولا نشتغل على اندرويد اميليتور ولا ننوع مرة كده ومرة كده ومرة كده مرة نشرح على الماك مرة نرجع على ويندوز اي رأيكم دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي ضروري جدا تقولولي اراءكم عليها تمام فهاجي هنا انا كده ما عنديش اي حاجة خالص البروجيكت الشغال قدامي هو المشروع شغال الصفحة شغالة قدامي مكتوب عليها هون من فوق ماشي وما فيش اي حاجة خالص فيش اي حاجة خالص اقدر اناجي هنا طبعا اقول انا عندي title title هخليه مثلا على my هتلاقي الهون بقت my زي ما احنا ما شايفين كده هاجي هنا ده بالنسبة للصفحة هاجي هنا هعمل اي انا كده جوه vertical stack layout هاجي هنا هعمل كده واكتب label هتطلع لل label خلاص هدوس كده وهقفل كده ال label فاضي مفوش اي حاجة هاجي هنا همسك ال label ده اشوف ايه الحاجة اللي بتساعدني جوه منه text دي علشان اشوف النص اللي مكتوب جوه ال label يعني انا مسلا هكتب كلمة hello هلاقيها طلعت قدامي كده بالمنظر ده زي ما احنا ما شايفين hello طلعالي هنا طيب دلوقتي vertical stack layout دي مزبوطة على center حاجة اسمها vertical options مزبوطة على center لو انا خلتها انها مزبوطة على start كده هتلاقي ده المفروض ان هو هيبقى تبعها تبعها يعني لو انا حتى شيلته كده وحطيته مرة تانية هتلاقيه طلع فوق عبال مدفوق يعني دي تمام شايفين طلع فوق ازاي ليه طلع فوق لان انا قلت الدي امه ودي اللي شايلها فلما بقول لها هبدأي من فوق هي بدأت من فوق خلاص ده كده ايه ال label ال label ده اقدر اديله padding تمام على مثلا 20 ايه اللي حصل حصل زي ما احنا ما شايفين كده لكن عشان تميزه اكتر هقول لك على فكرة حلوة احنا نعمل background على hash ff0 هيطلع لنا اصفر كده ونعمل بصوا احنا كده ايه بناخد خصائص كتيرة مع ال label انا كده عملت text وعملت background كمان عندي text color نثبطه على مثلا black كده فبقى اسود اوكي فكده انا شايف قدامي لما اجي بقى هنا اعمل padding كده ادي له 20 هتعرفوا ايه هو padding لما اجي اعمل margin كده واتدي له مثلا 15 هتعرفوا ايه هو margin margin اللي هو الهوامش padding اللي هو الحشو تمام اهو اديته مثلا 25 اديته مثلا 35 اهو ده كده margin padding اللي جوه خلاص وبقى انا دلوقتي عندي ايه حاجات بتتغير اقدر طبعا ادي له height request اللي هو الطول بتاعه اقول له مثلا طول بتاعك 200 هتلاقوه كبر معانا كده اقول له مثلا طول بتاعك 100 هتلاقوه زي ما احنا ما شايفين اقدر كمان ادي له width request اللي هو العرض بتاعه اقول له مثلا العرض بتاعك 200 او 250 الى اخره اوكي واقدر كمان اغير في حاجات كتير زي مسلا اقول له font size بتاعتك خليها مسلا على 20 هلاقص الخط نفسه كبر خلي على 25 هلاقي الخط كبر اكتر وهكذا اقدر كمان اقول له font font attributes على bold فيبقى خط ثقيل يعني اقدر انوع اقدر اغير في هيكلته خالص اقدر طبعا اكبره واصغره يعني اقدر اقول له مثلا ان scale بتاعتك خليها على 2 فيبقى قد حجمه مرتين خليها على نص فيبقى اصغر من حجمه مرة تمام طبعا scale بواحد هو ده الطبيعي بحجمه الطبيعي تمام اقدر كمان اعمل حاجة اسمها rotation rotation لو نقول له rotation x مثلا لو خليت rotation x بتاعه مثلا على 40 هتلاقوه اطلوح كده يعني استدار تمت استدارته كx طبعا لو قلت له rotation y على مثلا 20 هتلاقوه اتعكس الناحية التانية كده كy rotation a y طبعا انت في حاجات كتيرة بتستخدمها في ال label وفي شغل كتير ورائع زي ما انتم مشايفين بفضل الله انتم اكتبولي في التعليقات قلولي ايه رأيكم نكمل اكتر في ال label ولا تكملوا بعض الخصائص التانية وايه ايه رأيكم نشتغل على ال windows زي كده ولا نجرب على اندرويد ولا نعمل ايه يعني قلولي اراءكم قلولي كده كفاية في ال label ولا عاوزين حاجات تانية اكتر من كده بفضل الله انا ما عنديش مشكلة بفضل الله انا عاوز اراءكم علشان نشوف اشتغل ازاي في الكورس ده لان الكورس ده بيتقدم ليكم على اليوتيوب ومنتظر اراءكم ان شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر